مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بنقدم التعازي القلبية لكل الإخوة المغاربة بسبب ما حدث لبلادهم الحبيبة المغرب عندما ضربها زلزال يوم الجمعة الماضي وراح ضحية هذا زلزال أكثر من 3000 نفس وأيضا ألوف كثيرة من المصابين نصلي أن الرب يعزي كل الأسر التي فقدت حبيب أو غالي لها هناك أسر فقدت كل أفراد الأسرة يمكن واحد بس أو أم هي التي بقت بعدما مات أولادها الأربعة وزوجها أمور محزنة ومؤلمة لكننا نثق في إلهنا الذي يستطيع أن يعزي النفوس ويستطيع أيضا أن يشفي المصابين والمرضى كما أيضا نشارك إخوتنا في ليبيا بما حدث في ليبيا من فيضانات أدت إلى فقدان أو ضمار مدن كاملة وكرة كاملة أصبح ليس لها وجود في ديرنا في ليبيا بعض الأحصائيات بتقول أن هناك حوالي عشر تلاف من المفقودين أو أكثر طبعا هذه تجربة مؤلمة جدا أيضا لليبيا ولشعب ليبيا ونحن أيضا هنا في قناة الحياة نقدم تعزينة القلبية ونصلي أيضا لأجل أن الرب يتدخل برحمته ويشفق على الشعوب المتألمة ويفيد عليهم من نعمه وتعزياته وأنا أسمع هذه الأخبار في نصين من الكتاب المؤدس جم في بالي وحطتهم وأحطهم قدام حضراتكم نص الأولاني كلام الرب يسوع له كل المجد عندما قال وتسمعون وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب انظروا لا ترتاعوا لأنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع كل يوم ونحن نسمع عن حروب وأوبئة ومجاعات وفيضانات وزلازل ويبدو أن الأرقام بتزداد مش بتقلم مع الوقت فعدد الزلازل الذي يضرب البلاد ازداد الفيضانات في ازدياد الحروب في ازدياد المجاعات والأوبئة في ازدياد وكأن الرب بينبهنا إلى حاجة مهمة جدا أنه قريبه مجيء الرب صار قريبا مجيء الرب صار قريبا وكل ما يحدث من حولنا ما هو إلا إنذار 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 أن في لحظة ممكن حياتنا تنتهي في لحظة ممكن كل ما بنناه يسقط ويضيع وعش كده ممكن البعض من المشاهدين أو البعض اللي بيسمعوا الأخبار دي يقولك اللي حصل في ليبيا واللي حصل في المغرب لأنه ليبيا ومغرب شعوب إحنا أفضل منها إحنا أبر منها يمكن الإخوة في ليبيا يقولك الإخوة في العراق أو الكويت يقولك إحنا أفضل من من الشعوب الليبية شعب الليبيا أو شعب المغرب ما حصل لناش حاجة أو الإخوة في السعودية يقولك شايف إحنا أفضل منهم لأن إحنا ما حصل لناش حاجة وده يرجعني إلى نص آخر مهم جدا إنه نقراه وكلام الرب يسوع الصادق المعلم العظيم الذي كان في وقت من الأوقات حاضرا وأتى إليه قوم يخبرونه عن الجليليين مجموعة من الشعب الجليل قتلهم بلاتوس ودبحهم دبحهم يعني يقول الكتاب خلط بلاتوس دمهم بذبائحهم جايين يقولوله هل دول وحشين وإحنا أفضل منهم عشان كده بلاتوس أتالهم فالرب يسوع سألهم سؤال أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاها أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا أنتم بتفكروا أنه علشان هما اتأتلوا بهذه الطريقة هما أكثر شرا من بقية الجليليين كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يبقى الإنقاذ الوحيد للإنسان وضمانه لحياة أبدية لابد أن يكون بالتوبة وبالرجوع للرب أو أولاك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام برج وقع عليهم وأتلهم زي ما جاءت فيضانات وأتلت كاثرين زي ما جاء زلزال وقتل كاثرين أتظنون أن هؤلاء كانوا مزنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أرشالين كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون ما يحدث حولنا من أوبئة اللي حصل من سنتين فيروس أفل العالم كله ما يحدث أيضا من مجاعات ما يحدث من غلاء فاحش ما يحدث أيضا من زلازل من حرائق من فيضانات كل هذه المآسي والكوارث تقودنا إلى خطوة واحدة مهمة وهي التوبة ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل هناك طريق واحد لغفران الخطايا وهو شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح لا يوجد خلاص ولا يوجد حياة أبدية بعيدا عن المسيح وعش كده أصلي من أجل المتألمين ومن أجل المصابين ومن أجل أيضا الذين يعيشون بعيدا عن الرب ولا يعرفون بعد يسوع المسيح أن يفتح الرب قلوبهم وأعينهم وبصائرهم لينالوا حياة وحياة أفضل مرة تانية تعزين القلبية للشعب المغربي الحبيب وأيضا للشعب الليبي الشقيق نرجع إلى موضوع عنوان هذه الحلقة وهو يعتبر الجذء الثاني من عنوان الإسبوع الماضي هل أفسد النساخ نص الكتاب المقدس لكن قبل ما نبدأ في هذا الموضوع في مدخلة سريعة الأخ هلال أهلا 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 بك كيفك كيف الحال كيف الصحة نشكر هذه غيبة كيف أخبارك أنا أشكر الله أشكر الله يعني هذه غيبة منك ومبروك قناة الحياة عشرين سنة شكرك شكرك آه لعقبال يعني الأمور أكثر وأكثر وأعزي أيضا الشعب المغربي والليبي آه عنوان الحلقة هل أفسد النساخ كتاب المقدس حكذا؟ أيوة يعني التحريف هنا آه يعني ما هي تهمة التحريف أوكي أو يعني البحث عن إنجيل المسيح هم هم لسه بيدوروا على إنجيل المسيح أتمنى أنهم يلاقوا قريب أيوة أنا شاهدت مناظرة لدانال وولاس واربارت إيرمان واتفقوا واتفقوا على أمور تعتاش أمر معين أيوة مثلا عقيدة فلوث موجودة في يوحن يعني قالوا أنا مضافة يوحن واحد هل يسوع إله الفريد هل يحتوي لوقع على عقيدة الكفارة لوقع من عشرين تسعة عشرين وعشرين المرأة التي اتخذت في زينة الآيات الاثنى عشر من مرقص تبدأ من تسعة إلى عشرين الأخيرة وهل يسوع يا أبت أخفر لهم لوقع 34 يعني اتفقوا على هذه زيادات هل في نظرك يا دكتور يعني تؤثر على العقيدة يعني يعني باعتراب بارت إرمان يعني باعتراب بارت إرمان أن كل هذه الأمور وهو قالها قالها صراحة في كتابه اللي هو ميس كوتينج جيسوس أو سوء اقتباس يسوع قال غالبا في صفحة 260 في رده على أحد الأسئلة التي قدمت له في الطبعة التانية للكتاب وليس الطبعة الأولى أنه 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 الاختلافات في مجملها ما بين المخطوطات لا تؤثر نهائيا على العقيدة المسيحية بل في نظره أيضا مع أنه ناقد للكتاب المؤدس قال أنه هذه الاختلافات في مجملها أيضا ليس لها قيبة كبيرة ده باعتراب بارت إيرمان اللي هو الناقد حتى لما نيجي للي أنت حضرتك ذكرتهم ونتكلم عن بعض منهم أنه لو خدنا يوحن الأولى واحد خمسة سبعة الذين يشهدون في السماء يعني لو مشينا مع المخطوطات لو مشينا مع المخطوطات هنقول آه أنه ديا موجودة في مخطوطات قديمة وليست في مخطوطات آه سور موجودة مخطوطات حديثة وليست مخطوطات قديمة بتعود إلى القرن الـ 12 الميلادي كويس وأنه لم حطها إيرازموس ما حطهاش في أول نص يوناني جمعوا حطها في الطبعة الثالثة للنص اليوناني اللي اللي عملوا إيرازموس آه سنة ١٥٠١١٩ وإيس آه ده لما ممشي مع إبن الوحيد لما ممشي مع مخطوطات آه لكن هي هي النقطة اللي أنا عايز أقولها وهتكلم عنها في الحلقة دي النهاردة إنه وإن افترضنا وإن افترضنا ومشينا مع إنه المخطوطات الصينائية والفاتيكانية والمخطوطات القديمة ليس موجود في هذا النص هذا النص لا يؤثر من قريب أو من بعيد على عقيدة الثالوس لأن عقيدة الثالوس لا تبنى على نص لا يوجد لا توجد عقيدة مسيحية مبنية على نص واحد وإيس العقيدة المسيحية تبنى على كل الكتاب إعلان الله الكامل سواء في العهد القديم والعهد الجديد وكذلك عقيدة الكفارة وكذلك غيرها وغيرها من العقائد المسيحية لأن افترض معك هفترض معك إنه هذه الآية غير موجودة الذين يشهدون في السماء ويس إنه هذه الآية مضافة فيما بعد هفترض هفترض مع إنه يعني هقدم بعض البرهين أيضا اللي من الناحيتين لكن افترض إنها مش موجودة وإنه أباء الكنيسة في دفاعهم وفي توضحهم لعقيدة الثلوس لم يقتبسوها معنى هذا أن عقيدة الثلوس مبنية على أسس كثيرة جدا من كلمة الله وليس على هذا النص وضحة فكرة عندي سؤال آخر عندي سؤال آخر أنت يعني هذه الأمور كلها الذي تنظر فيها دان وولس وبرت إيرمان حوالي 18 آية يعني لا تؤثر في العقيدة هكذا كما قلت يعني طبعا طبعا أنا أنا مش بمشي 100% مع دان وولس مع أنه دان وولس يعتبر يعتبر الأستاذ العظيم الجميل المتخصص في مخطوطات وكمان هو محافظ لكن لكن ممكن نختلف معاه في بعض الأمور وفي بعض النصوص يعني يعني أنا مرة عملت حلقة كاملة عن نهاية إنجيل المرؤس وحطيت المؤيد وحطيت المعارض وقلت ليه إن إنجيل مرؤس ما ينفعش ينتهي عند الآية إنه هناك خائفات عملت حلقة أخرى أيضا عن المرأة التي أمسكت في ذات الفعل عملت حلقة أخرى أيضا عن الذين يشهدون في السماء فهناك هناك يعني الحاجة الجميلة في المسيحية أنه لا يوجد شيء نخاف منه كويس يعني لما مثلا دان والاس يقول إنه يحنى الأولى خمسة سبعة مش في النص الأصلي ما خافش من كده ليه لأنه هو بيقول على الأسس العلمية التي تعلمها من علم النقد لو طبقناها واحدة واحدة يبقى كذا كذا لكن هناك جوانب أخرى كويس ده الجميل في الإيمان المسيحي عندي سؤال آخر يعني تقولون أن الأناجيل يعني يعني كاتبها الأول بوركوس ورسائل فولوس في الخمسينات وهناك يذهب إلى المصدر كيو مثل مثل مركز السقار يستشهد بالقصف فهيم عزيز حنى جيرغس الخضاري توم هاربر فليب كومفيرت يعني لو تعرف ناقد فليب كومفيرت يعني هذا المصدر كيو يعني مثلا لو قرأت عليك الآية يعني مثلا التي موجودة في متى ستعشرين ثلطاش يعني الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل مثلا يعني بهذا الإنجيل يعني الموجود في أيام المسيح بهذا الإنجيل لا يعني نص مكتوب اسمه إنجيل بهذا الإنجيل إذا تستخدم في الأنجيل بتعني البشارة إعلان يسوع المسيح عن ملكوت الله قد اقترب ملكوت الله إنه مجيء المسيح هو مجيء المسيح ده الأخبار الصار ده اللي معنى كلمة إنجيل وليس كما يفهم المسلم أنه نص مكتوب مسكوا المسيح ويقول لهم انه متى يخبر بهذا الانجيل فالانجيل في الكتاب المؤدس وفي الانجيل معروف جدا حتى في رسالة البوليس معروف انه الخبر الصار انه بموت يسوع المسيح وقيمته ده هو الانجيل اه انا بس مش عايز اخد كل الحلقة في الحوار مع حضرتك فقط اريد ان اقول كلمة سريعة عندي صديق لي اسمه انجيل برنابة يعني حط انه انه هذا الانجيل المسيح هو انجيل برنابة وقال انه في سفر اعمال الروس التسعة كان مع بوليس وكذا وهو موجود في مخطوطات قديمة قبل الاسلام وقال لي هذا هو انجيل المسيح انا يعني كأنه اقنعني نوعا ما يعني انه اتمنى ان تعمل حلقة انا حاضر مثل المخطوطات قمران او يعني حاضر لانجيل المنحولة ايو المخطوطات قمران بكل تأكيد ايو شور بعد الحلقة ممكن اتصل بيك اه طبعا ممكن ممكن تتصل بيه في اي وقت اشكرك اشكرا 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 نرجع الى 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 وطبعا الى اسئلة لتراحة الى خلال اسئلة كويسة ورائعة وبنتعرض لها في دراستنا للنقد النصي للكتاب المؤدس وهناك هناك كثير من الكتب كتبت في هذا الموضوع لكن خليني اجي النهاردة الى موضوع حلقة اليوم وزي ما وعدت حضرتكم واحد كتيرة يعني بقرى التعليقات بتاعة الاخوة على موضوع الحلقة وعلى اعلان الحلقة وعلى ايضا اللي بيكتب على اليوتيوب وانا وجدت فيه سؤال مهم جدا من اخ اسمه وائل عبد الجابر كويس وهو بيعلق على موضوع الحلقة الاسبوع الماضي بيقول ما هو الدليل على مصداقية ان الاناجيل تم كتابته بالوحي الاله او عايز دليل على انه الاناجيل فعلا كتبت بالوحي الاله في حين ان الاناجيل لم تحمل اي دلالات على كتابها ومن الذي حدد انتساب كل انجيل الى اسم صاحبه الحالي مثل رسائل بوليس كانت تبدأ بعبارة توضح الكاتب واين باقي الاناجيل الغير معترب بها وهي المسماه بالاناجيل المحزوفة او المنحولة طيب اولا اشكرك على هذا السؤال واعتقد انه هذا السؤال ايضا يعني انا غطيته في عدة حلقات تحت عنوان مصداقية الاناجيل او معايير مصداقية الاناجيل لكن دايما التكرار بيعلم شطار واحنا ممكن نكرر ونلخص ما قد قدمناه بسرعة في اجابة وافية لحضرتك مصداقية الاناجيل المقدسة ما هي معايير مصداقية الاناجيل طبعا احنا عندنا البرهان انه كتبه اناس الله القدسون مصوقين من الروح القدس وانه الشهادة الكتاب نفسه عن نفسه يعني ما الذي يجعل سفرا من الاسفار سفرا قانونيا او سفرا مقبولا مش شهادة الكنيسة انه الكنيسة تقول اه احنا نقبل السفر ده فما وانسى ان احنا قبلناه يبقى السفر ده سفر مقدس لا لا ما بتبدأ بش بكده بتبدأ بانه السفر نفسه يحمل في ذاته دلالات وبرهين مصداقية الوحي السفر نفسه له السلطان النص المكتوب يقدم من خلال النص نفسه براهين تؤكد على انه فعلا صادق وانه فعلا وحي اله فما هي معايير مصداقية الاناجيل ايه هي المعايير ايه هي المقييس اللي بابني عليها واقول اه انه الاناجيل اربعة صادقة فيما فيما قد سجلته وانه فعلا قدمت لنا حياة يسوع الذي عاش على ارضنا منذ الفي عام كيف يمكن ان نتأكد من مصداقية الاناجيل الاربعة اول في عجالة اول حاجة معايير الزمن معايير الزمن ده واحد من المعايير المهمة جدا اللي بتستخدم للتأكيد على المصداقية وهو ان الاناجيل كتبت في فترة ليست مئات السنين بعد المسيح الاناجيل كتبت في فترة قصيرة جدا بعد المسيح يعني نحن نتكلم على تلاتين سنة اربعين سنة بعد رب المجد وصعوده الى السماء فما زالت الشهود العيان احياء ما زالت الناس عارفة الاحداث النهاردة امبارح كنا بنحتفل او امريكا يعني بتحتفل بمرور ام اتنين وعشرين سنة على سبتمبر 11 كويس الحدث بتاع سبتمبر 11 بالرغم انه مر عليه اتنين وعشرين سنة الا انه مازال في ازهننا الى يومنا هذا ومازال اللحظات الاولى اللي شفنا فيها الاحداث حتى لو كنا شفناها على التلفزيون ما زالت محفورة في فكرنا وعرف انا انا عارف انا تفرجت عليها في انه مكان والساعة كام وكان مع مين وعندي كل التفاصيل دي مع مرور اتنين وعشرين سنة فمعيار الزمن يعني حضرتك كمسلم مثلا انت لما تيجي للأحاديث لما تيجي للبخاري انت البخاري تكتب بعد متين سنة من الاسلام يعني عارف يعني ايه متين سنة يعني فيش حد حي يعني ما تقدرش ان انت تمتحن مصدقية الحدث اللي انت بتكتبه اما الاناجيل فكتبت في وقت قصير جدا وقت زمني قصير بعد صعود المسيح فحادث صلبه حادث قيمته صعوده بداية الكنيسة الكرازة بالانجيل معجزاته تعاليمه الحياة اللي عاشها الناس اللي عصره وهو لما ولد من عذراء لما كبر لما بدأ خدمته كلهم احياء معيار الزمن مهم جدا حاجة تانية معيار شهود العيان شهود العيان الذين كانوا احياء سواء متى كان شاهد عيان طب يحنى كان شاهد عيان مرقص كتب على لسان شاهد عيان وهو بوتروس ولوءة تتبع كل شيء رجع لشهود العيان وكتب القصة احنا مش بنتكلم على على واحد بيقلف قصة احنا بيكلم على شهود العيان ولما كتب متى لم يعارضوا بوتروس الذي كان شاهد عيان ولما كتب يحنى لم يعارضوا شهود العيان الذين رأوا الاحداث بعينيهم وعاشوها شهود العيان مهمة جدا حاجة التالتة او المعيار التالت دايما لو انت حابب تألف حاجة دايما تبعد عن الحاجات المحرجة ما تكتبهاش يعني معيار الحرج بنسميه يعني ايه معيار الحرج اشرحه لما لما يذكر عن التلاميذ او عن حياة الرب يسوع امور تسبب نوع من الحرج لينا او لتلاميذ بمعنى ايهما اعظم كان يحنى ولا المسيح المسيح اعظم فكيف للمسيح ان يذهب الى يحنى لكي ما يعتمد لحد النهاردة الاخوة المسلمين بيسألونا عن هذه الاسئلة طبعا لو انا عايز ارايح نفسي وعايز اقلف قصة كويسة وعايز اقدم المسيح بقى اللي هو يعني كامل في كل الامور وهو كامل في كل الامور وابتعد عن الموضوعات اللي ممكن تجيب لي نوع من الاسئلة اتجنب هذا الامر طيب تجربته على الجبل ما زال لحد النهاردة الاخوة المسلمين بيسألونا عن هذه التجربة قول المسيح انه لا احد يعلم ساعة ما جيه ما زال الاخوة المسلمين بيسألونا عن هذه الاسئلة دي بنسميها معايير حرج او انه انه يذكر مثلا عن المسيح انه تعب نام جاع كويس او التلاميذ لم يؤمنوا لم يفهموا خانوا المسيح تركوه باعوه كل دي بنسبة لهم معايير حرج لو عايزين نقلف قصة كويس ونطلع فيها يعني انفسنا كويسين اوي كتلاميذ ما احنا نشير الحاجات دي منها لانها تسبب لنا حرج مين يحب يكتب عن ضعفاته كل واحد لما بيكتب كتاب عن نفسه بيقدم نفسه على انه يعني زي ما احنا بيقول في مصر يا ارض تهدي ما عليك يقدم نفسه على انه يعني العظيم تلاميذ ما اعملوش كده تلاميذ كتب وكل شيء كما حدثت بالزبط حاجة تالتة او الرابعة معايير الاختلاف تعليم المسيح كانت 180 درجة في محتواها عن تعليم الكتاب والفريسين اليهودي دايما يتمسك بغسل الاطباق النظافة الخارجية ده بعنا تقول المسيحي ما بيتمش من النظافة الخارجية اقول لك يعني على القارن ما بين اوروبا ما بين علامنا العربي النهاردة لتعرف اذا كان بيهتم ولما بيهتمش لكن مثلا غسل الاطباق غسل الصحون نظافة اليد غسل الايد كل الامور دي رابع سواء قال لهم حاجات دي كلها مش بتنجس الانسان ولا الاكل الغير مخصول بينجس الانسان وما ليه اللي ينجس الانسان ده اليهودي لازم يخسل ولازم ينظف يعني ولازم يتأكد المسيح قال له ده من ينجس الانسان ليس ما يدخل الفم هو الذي ينجس الانسان المسيح قال حاجة مختلفة نهائي 180 درجة المسيح قال بلى الذي يخرج من الانسان ذاك الذي ينجس الانسان لانه بيخرج من القلب ومن القلب تخرج الافكار الشغيرة زنة وفسقة وعهارة وضعارة الى اخره وغضب ده 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 مفهوم مختلف على مفهوم اليهود طيب اليهود متعود على انه يصوم والتلاميذ راحوا سألوا المسيح واليهود سألوا تلاميذ المسيح وكان موضوع الصوم ده موضوع كبير مسيح اللهم لا لا تحتاج إلى الصوم مدام العريس موجود لا تحتاج إلى الصوم ده عكس اللي موجود اه عكس اللي موجود معيار الاختلاف مهم جدا لانه بيأكد على انه مصدقية ما قاله يسوع بالزبط هما سجلوا اللي قاله يسوع حتى لو كان عكس تعليم اليهود معيار شهادة كثيرين بجانب شهود العيان ده القيامة نفسها بولس لما بيأكد على قيامة المسيح في كورنسوس الأولى 15 بيقولوا انه ظهر لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باقي طب هو اللي بيقول الجزء ده حقيقة دي لانه عايز يقول لنا لو انت مش مصدقني ارجع لي الشهود العيان الأحياء الذين رأوا يسوع المسيح المقام من بين الأموات معيار مصدقية شهود العيان شهود العيان دول كانوا صدقين متى كان صادق يحنى كان صادق دول ما خدوش حاجة من يعني ما كسبوش حاجة أرضية من منادتهم بتعليم المسيح وبموت وقيامة المسيح بل بالعكس ضهدوا وسجنوا وتقلموا وقتلوا من أجل المسيح نكسبوش حاجة لا وعدهم بغزوات وب سبايا ولا خدوا سبايا ولا خدوا غنائم ولا خدوا غنائم ولا خدوا قادة جيوش و ملوك على ولايات معينة ما عملوش كده المسيح مدهمش ده انت شوف كل الخلفاء اللي قاتوا بعد ذلك كم من الغنى الفاحش من السبايا والغنائم كسبوها ومش ماتوا في سبيل الدعوة لا لا ده ماتوا صراعا مع بعض ده قتلوا بعض لكن تلاميذ المسيح كانوا غير كده تلاميذ المسيح كانوا صادقين لم يكسبوا شيئا أرضيا من منادتهم بحياة المسيح وتعاليمه وموته وقيمته معيار شهادة علم الأثار وخذنا حلقة أو أكتر من حلقة عن مصداقية الكتاب المؤدس مقارنة بعلم الأثار وإزاي أن علم الأثار وكتابات أخرى يكفي مثلا بسرعة أو الموضوع ده يكفي أن حادثة صلب يسوع المسيح وموته على الصليب ذكرت في كتابات غير مسيحية كثيرة سواء يهودية أو وثنية ده بيأكد مصداقية الحادث بيأكد مصداقية الحادث لما تيجي للجانب الآخر هل توجد كتابات رومانية لمؤرخين رومان قالوا أن المسيح شبها له ما تجيتش أن المسيح لم يموت ما تجيتش ده الرواية الإسلامية الوحيدة اللي جات بعد 600 سنة إنما الرواية الصادقة اللي يأكدها أيضا التاريخ ويؤكد أن يسوع قد مات صلب ومات يعني يعني فده بيأكد مصداقية الكتاب يعني أتمنى أنه الجزء ده يكون جاوب شوية على حضرتك أنه أنه الأنجيل كتبت بالوحي وأن ما كتب في الأنجيل أمور صادقة وأحداث صادقة وأن الأنجيل تشهد عن نفسها وعن مصداقيتها وأتمنى أتمنى أمنية أنه هذا السائل الذي سأل سؤالا عن مصداقية الأنجيل أنه يبدأ بنفسه يقرى الأنجيل يبدأ بنفسه يقرى الأنجيل اقراها ما تخافش أنك تقراها ما تخافش أن أنت تمسك كتاب مؤدس وتفتح الأنجيل الأربعة وتبدأ تقرى فيها وتفهم بنفسك وتقارن الأحداث وتسأل أسئلة لأنه بكده أنت بتدور عن الحق ويبخت من بيدور عن الحق بصدق وبأمانة لأنه وقتها هتعرف الحق والحق يحررك طيب لما نرجع إلى النص العهد الجديد نص العهد الجديد اللي هو لما أتكلم عن النص العهد الجديد بكلم عن النص اليوناني للعهد الجديد ما هي المصادر الرئاسية لنص العهد الجديد؟ يعني كلنا اتفقنا في الحلقات اللي فاتت ودي حقيقة لا نستطيع أن نخفيها أنه إحنا ما عندناش النص الأصلي أو خلينا دقيق شوي ما عندناش المخطوطة الأصلية التي كتبها مت وما عندناش المخطوطة الأصلية التي كتبها بوليس وما عندناش المخطوطة الأصلية التي كتبها يحنان ده احنا متفقين متفقين عليه ما ينفعش المسلم يقول لي اصلا انت ما عندكش المخطوطة الاصلية لانه هو ايضا ما عندهوش المخطوطة الاصلية واتحدى اي واحد مسلم انه يجيب لي مخطوطة اصلية قبل مصحف عثمان لانه عثمان حرقهم كله حرقهم كله ولم يبقي قراءة واحدة من التي كانت موجودة وما تقوليش ان الاختلاف كان في القراءات الاختلاف كان على نصوص كثيرة مختلفة كثيرة للدرجة انهم كانوا يتقاتلون بينهم وبين بعض انه يتقاتلون عن انهي قراءة اي صح فجي عثمان ريح دماغه جمع كل الارايات حرقها وكتب لهم كتاب جديد بس فانت ما عندكش المخطوطة الاصلية اللي كانت موجودة قبل مصحف عثمان والطامة الكبرى انك ما عندكش حتى المخطوطة الاصلية التي كتبها البخاري يعني لا الحديد لا القرآن ولا السنة لا القرآن ولا السنة طيب وان فقدت المخطوطة الاصلية الا ان النص الاصلي لم يفقد كيف للنص الاصلي ان يحتفظ به على مرهد العصور من خلال النسخ من خلال النسخ انه تم نسخه تم كتابته في النسخ والكتابة والترجمة بتحدث بعض الاخطاء الاخطاء البشرية العادية هل يمكننا ان نستخرج النص الاصلي طبعا يمكننا وبكل تأكيد ده مش امر صعب ده علم بيسمى علم نقد النص textual criticism فده العلم ده والعلم ده مش بيطبق على كتاب المعدس بس العلم ده بيطبق على كل الكتب القديمة في العالم القديم وبالاخص قبل اختراع 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 يعني انت بتكلم على منذ بدأت الكنيسة الاولى واختراع اختراع اختراع مخطوطات اليونانية وشفنا انه هناك مخطوطات يونانية بتعود الى القرن التاني مخطوطات يونانية بتعود الى القرن التاني ولو حتى قصاصها حتى لو قصاصها لكن هذه القصاصة لما انا اقارنها بالنص اللي موجود معاي النهاردة واكتشف انه نفس الاراية انا اعرف انه ما حصلتش تغيير يعني بعض يقولك القصاصة الأقدم واحدة هي قصاصة إنجيل يوحانا مخطوطة بودمار والمشكلة في كده حتى لو صغيرة لكن عندي أيضا عندي مخطوطات كثيرة وإحنا كلمنا عن البرديات كلمنا عنها كلمنا عن أهم البرديات سواء للأناجيل أو لرسائل بوليس أو للرسائل العامة كلمنا عن أهم هذه المخطوطات والبرديات وكلمنا عن المخطوطات اللي بتشمل الكتاب المؤدس كله كلمنا عنها بالتفصيل فأنا عندي المخطوطات اليونانية ولما أقولي اليونانية يعني اللي كتبت باللغة اليونانية التي كتب بها العهد الجديد سجريك كويس بعد اللغة اليونانية كان هناك لغة أخرى مهمة وهي اللغة اللاتينية واللغة اللاتينية وبعدين عند اللغة المصرية القبطية وبعدين عند اللغة السريانية وعند لغات ولغات فبدأ الكتاب المؤدس يترجم إلى ترجمات أخرى كثيرة فأنا عندي الترجمات عندي الترجمات فأنا بدرس المخطوطات كويس اليونانية وبعدرس أيضا الترجمات اللي موجودة شكده مهم جدا إنه في دراسة النص النقد النص إن أنا أدرس مثلا اللغة العبرية إنه يتم دراسة اللغة السريانية ويتم مقارنة النص السرياني بالنص اليوناني ويتم مقارنة النص القبطي بالنص اليوناني هذه مقارنات مهمة بيس لكن عندي كمان حاجة تالتة مهمة اقتباسات الأباء أباء الكنيسة في القاني الثاني والثالث الميلادي وانا زي ما قلت لحضراتكم إنه عندنا اقتباسات يعني تزيد عن المليون اقتباس للدرجة للدرجة إنه بروس موتزجر اللي هو يعتبر أبو علم نقد النص الحديث في القرن العشرين وللأسف كان مدرس وأستاذ بارت إيرمن إلا إنه بروس موتزجر نفسه قال إنه كل العهد الجديد يمكن أن نستخرجه من كتابات الأباء يعني هافترض أننا ما عنديش ولا مخطوطة تخيل وأفترض أننا الكتابة الأدس لم يترجم لا توجد قبطية ولا سريانية ولا ولا لاتينية ولا أي حاجة وعندي كتابات أباء ووعز وتعليم وكتب كثيرة جداً كتابها الأباء همسك كتابات الأباء دي وهطلع الشواهد اللي كاتبينها يبقى أنا جمعت بسهولة العهد الجديد عشرات المرات من كتابات الأباء فإحنا زي ما قلت إنه لا يوجد عندنا شيء بنخفيه طيب لما باجي إلى دراسة النص الكتابي أنا زي ما الأخ هلال في البداية ذكر كذا نص على أي أساس بتتم اختيار القراءة عن قراءة أخرى يعني يعني أنا هترح بعض الأمثلة يعني يعني مثلاً مخطوطة فيها قراءة مطولة آية مطولة ومخطوطة فيها آية مصغرة مخطوطة فيها إراية صعبة جداً إنه تحتاج بعض القواميس وبعض التركيبات اللغوية والتحاليل اللغوي عشان تقدر تفهم ومخطوطة أخرى هذا النص اللغوي الصعب مبسطه فعلى أي أساس أنا كباحث كويس بختار الإراية الصحيح كويس علماء علم نقد النص حطوا لنا بعض المبادئ وطبعاً زي ما بقول هذه المبادئ ليست مطلقة في ذاتها يعني ما ينفعش تطبق مبدأ 100% أكيد في استثناء ولكل قاعدة استثناء لها استثناء آه ممكن أطبقها على الغالبية لكن ما قدرش أطبقها 100% automatically على كل الكتاب مثلاً من ضمن هذه القواعد النص الأقدم يفضل عن النص الأحدث النص الأقدم اللي هو ممكن يعود إلى القرن التاني هل النص اللي يعود إلى القرن التاني يفضل في قراءته عن النص اللي يعود إلى القرن الرابع 100% ولكن أيضاً ليس بصورة مطلقة لأنه ممكن النص الذي يعود إلى الأحدث جاي من عائلة أخرى كويس من المخطوطات منسوخ من عائلة أخرى من المخطوطات تكون لها ثقل أكبر ف بس دي قادة من القواعد النص الأقدم يفضل عن النص الأحدث النص الأقصر دايماً الناسخ يجرب وهو بينسوخ إنه يشرح الناس يعني لا شيء من الدينيون الآن على الذين هم في المسيح يسوع العبارة اللي بعدها مش موجودة في مخطوطات كثيرة السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح كويس فدي ده نص مطول علماء علم النقد النص يقول لك أنا أفضل الإراية القصيرة ليه لأنه ممكن يكون الناسخ حب أنه يؤكد على حقيقة أنه آه لا شيء من الدينيون الآن على الذين عموا في المسيح بس ليس معنى هذا أن أنت تسلك في خطيات فالسالكين ليس بحسب الجسد بل بحسب الروح ممكن ده دي فردية فردية مهم فعش كده علماء علم نقد النص دايما يفضلوا النص الأقصر لأنه الناسخ دايما بيبقى عنده الرغبة في أنه يشرح كويس مش أنه بس ينقل ودي مش في كل النساخ ممكن نلاقيها في عدد قليل قوي وسهل جدا سهل جدا علينا في علم نقد النص إنه إنك تطلعها إنك تعرفها بيس يعني يعني دي واحدة من الحاجات الحاجة التالتة النص النص الأكثر انتشارا من الناحية الجورافية إنه إنه في نص لقيته موجود في أنطاقيا ولقيته أيضا موجود في إسكندرية ولقيته موجود في الكوستنطينية اللي هي مراكز الكتابة والنسخ في ذلك الوقت أقدر ألقى النص ده لمصداقية أكتر النص الأصعب كلما كان أصعب كلما العلماء يروحول ويحط بوزن أتقل شوية يفضل عن النص المبسط ليه لأنه حتى حتى النهاردة مثلا لما لما أجي أنسخ أنا مثلا إنجيل أو سري أنسخ سفر التسنية من الترجمة فندايك كويس وإنا وأنا وأنا بأنسخ يبقى في نفسي كلمة أنا صعبة جدا يعني كلمة كانت استخدم من 200 سنة في اللغة العربية بس لا يمكن مخطوطات القرآن النص القرآني قللهم أنا عايزكم تعملولي نسخة جديدة وبعد ما يخلصوا يروح ماسك النسخ دي ومولع فيها بالنار وانتهى الموضوع ده بالزبط اللي عمل عثمان أنا معرفش زي ما قلت هما ليه الإخوة المسلمين بيديقوا لما حد يحرق القرآن ومش متدايقين ان عثمان حرق القرآن اللي يعرفوا منه النص الأصلي مش متدايقين على كده طيب أجي مثلا بعض الأمثلة بعض الأمثلة ممكن الكاتب يعني أو الناسخ ودي نقدر زي ما قلت نقدر نعرفها كويس قوي بس بيعملها أيضا بحسنية هي مقصودة أقدر قولي انها مقصودة مثلا زي كما هو مكتوب في الأنبياء في مرؤس واحد اتنين ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريق قدامك صوت صارخ في البرية أعده طريق رب اصنعه سبله مستقيمة كويس بعض المخطوطات بعض المخطوطات قالت مش كما هو مكتوب في الأنبياء كما هو في إشعياء النبي والعلماء بيقولوا انه ده الإراية الأصح طيب ليه عندنا بعض المخطوطات فيها كما هو مكتوب في الأنبياء لأنه ممكن يكون ناسخ وهو بيقرى الجزء ده قالك ازاي ده النص ده يعني مثلا الصينائية والفاتيكانية كذبة كما هو كما في إشعياء النبي ويس النص ده أساسا هأنا أرسل أمام وجهك ملاكي جاي من ملاخي وجاي من إشعياء فهو جاي من نصين أو اقتباسين من سفرين من الأنبياء فيقولك كما قيل في إشعياء يعني يفضل إنها كما قيل في الأنبياء هي الأصل بتاعها كما قيل في إشعياء وعلى فكرة ده كان الأسلوب في الكتابة إنه دايما يختار النبي الأعظم وينسب لي حتى لو اقتبس من الأنبياء الصغار يعني تلاقي أرمية وزكريا مع بعض لكن يذكر أرمية لي لأنه هذه تجميعة هي تجميعة يعني متعارف عليها في الكتابات اليهودية فلما يقول مرقص كما هو في إشعياء آه هو مغلتش هو عارف إنه في إشعياء وعارف إنه في ملاخ بس دايما ينسب إلى النبي الأعظم أو الأكبر من النبي الأصغر كويس فده ده أقدر أقول إنه كتش الأشعياء وحط الأنبياء طب هل ده أثر في العقيدة المسيحية ما أثرش هل ده أثر في أي شيء آخر ما أثرش هل نقدر نوصل إنه نقول آه مدام ذكرة في الإسينائية والفاتيكانية يبقى يبقى ده الأصح افترض كويس مثل آخر مثل في لقى أربع عدد واحد واربعين في بعض المخطوطات تقرأ أو نقرأ أنت ابن الله كما في المخطوطة السينائية والفاتيكانية بينما في مخطوطة الأسكندرية والمخطوطة فاميلي 13 أنت المسيح ابن الله أنت المسيح ابن الله أنت ابن الله أنت المسيح ابن الله الاريتين موجودين ممكن البعض يقول لك لا انا مدام موجودة في F13 والسينائية والاسكندرية في النص دو تفضل اريتها لانه في شهادات اباء كثيرة بتقول كذا وكذا فيفضل ارية انت المسيح ابن الله والبعض الاخر يقول لك لا لا ممكن يفضل ارية انت ابن الله كما في السينائية والباتيكانية هل ده غير حاجة شال انت وحط وعرف انت مين انت المسيح هل دون اعلان للهوت المسيح ما هو انت هو المسيح ابن الله نفس اللفظ لكن ده بعض الامثلة اجي الى اعرف الوقت بتاعنا مشي بسرعة وفضل لنا وقت قليل جدا وكان نفسي ااخد جزء عن رسالة يحنى الاولى خمسة اربعة فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس وهولاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الارض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في واحد دي يحنى الاولى خمسة سبعة وثمانية طبعا الاية دي اللذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الاب والكلمة والروح وهولاء الثلاثة هم واحد هذه الاية في اغلب الترجمات الحديثة ياما محتوطة بين قصين ياما محتوطة في الهامش تحت ويسفوتنوت لكن مش موجودة في النص الاصلي كويس وهاجي اشرح ليه هم عملوا كده لكن قبل ما اقول كده هل هذه الاية هل هذه الاية وعدم وجودها وعدم وجودها دمر عقيدة تثالوس نهائلة ليه لانه عقيدة تثالوس مبنية على كل الكتاب المقدس وعش كده يعني انا عايز حضراتكم يعني اللي بيتقال ما تاخدوش كده وخلاص لما ييجي واحد مسلم يقول لك الاية التي دمرت عقيدة مين اللي قالك انها دمرت عقيدة تثالوس مين اللي قالك عدم وجودها دمر عقيدة تثالوس مين اللي قالك الكلام ده جيبته منين جيبته منين حضرتك لا درس تعقيدة السلوس ولا تعرف عنها حاجة ولا تعرف الشواهد الكتابية بتاعتها ولا النصوص ولا الاعلانات الالهية في العهد القديم ولا في الاعلانات الالهية في العهد الجديد ولا تعرف حاجة نهائي إذا قلت الكلام ده كويس؟ لكن خليني يعني أقول بعض الأشياء والمرة جاية ممكن نكمل فيه النص ده ناخد وقتنا شوية أطل يطلق على هذه الآية اسم الفاصلة اليوحناوية كويس؟ جوهن أو كوما جوهنان جوهنان يم وتعني الفاصلة لأنها فاصلة ما بين فقرتين وعش كده الترجمات الحديثة معظمها بتحط الآية دي ما بين قصيد الترجمات الحديثة عدم وضعها للنص ده لا يعني عدم إيمانها بالثلوس يعني ما تيجي الـ NIV ولا New English Version ولا New Standard Version هذه الترجمات عدم ذكرها لهذه الآية أو عدم وضعها لهذه الآية لا يعني أنها تنازلت عن الإيمان بعقيدة الثلوس هذه كذبة لكن هذه الترجمات تؤمن بعقيدة الثلوس لكنها بتمشي إلى حد ما مع المخطوطات وبتطبق المبادئ علم النقد تطبيق حرفي في دراستها لهذه النص طيب أنا أنا هقف هنا لأنه لأنه في دقيقة واحدة ما عدرش أكمل اللي عايز أقوله عن الفصلة اليوحنوية لكن هكمل الجزء ده في الحلقة الجاية لكن اللي عايز أقوله إيه؟ عايز أقوله أنه النص الكتابي النص الكتابي نص العهد الجديد النص اليوناني اللي موجود بين إيدينا لا يمكن أبدا أنه ينفي أي عقيدة من العقائد المسيحية ونكمل ده ونأكده في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضرات